قرار جمهوري بنقل اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن القرار جاء على خلفية إعلان ميليشيا الحوثي إجراء انتخابات برلمانية للمقاعد الشاغرة في المجلس التابع لها بصنعاء والبالغ عددها 32 مقعدة مراقبون يرون أن خطوة هادي بنقل اللجنة جاءت متأخرة وأن هادي كعادته لا يتخذ إلا قرارات رد فعل وفي الوقت الضائع أحيانا كثيرة البرلمان منقسم بين صنعاء والرياض ورغم مرور أربع سنوات على الانقلاب لا يزال الرئيس هادي والتحالف يفشلان في عقد جلسات البرلمان في عدن أو أي محافظة محررة وسحب البصاط من تحت الحوثيين بشأن السلطة التشريعية للبلاد في أواخر ديسمبر الماضي التقى الرئيس هادي بأعضاء مجلس النواب الموالين للشرعية في الرياض وقالت مصادر برلمانية لبلقيس إن الترتيبات كانت على أساس عقد جلسة رسمية للمجلس في إحدى المحافظات اليمنية وانتخاب هيئة رئاسية جديدة له لسيما وأن النصاب كان مكتملا لكن شيئا من ذلك لم يحدث وتم الاكتفاء بلقاء قصير في الرياض فمن المستفيد من عدم انعقاد مجلس النواب إذن؟ يرى البعض أن الرياض وأبو ضبي هما من تمنعان انعقاد مجلس النواب نظرا لما سيترتب عليه من مساءلة لسلطة التنفيذية ومن خلفها التحالف لا سيما وقد ظل التحالف طريقه في اليمن الأمر الذي أصبح جليا بالنظر إلى الوضع في عدن والمهرة والمعركة ككل يمضي هذه بخطة بطيئة ومتعثرة في الوقت الذي يمضي فيه الحوثيون بخطوات أكثر نجاعة وديناميكية في تثبيت أركان حكمهم المغتصب شرعية تملك قضية عادلة ومحاميا ضعيفة وانقلاب يملك مشروعا كهنوتيا يعمل من أجله ليل نهار